السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز شركة سامسونج في عام 2017 أنتج التليفون اللي هو الـ A5 2017 بصراحة كان من أفضل الأجهزة المتوسطة من الشركة وحتى على مستوى سلوك جهاز متوسط جميل قوي بطاريته ممتازة كاميراته ممتازة أداءه ممتاز مقاوم للماء IP68 كان بصراحة كل شيء بدكية موجود فيه وأنا بصراحة كثير كنت أعمل ركومنديشن على هذا الجهاز حاليا فيه تسريبات عن جهاز جديد اللي هو الـ A5 2018 تعالوا نشوفوا ما الاختلاف وإيش رح يقدم هذا الجهاز هل هيقدم شيء مميز خلينا نشوف مبدئيا التصميم التصميم رح يضله برضو جميل وحيكون حتى أجمل ليش لأنه حيطرقوا الحواف الكثيرة هاي حيحطوا شاشة معبي الجهاز براشيو 18 على 9 فهذا التغيير الأكبر الجهاز حيكون فعلا جميل وحيكون محمي بطبقة من Corning Gorilla Glass 20 إنش سوبر أموليد الحمد لله رب أحب السوبر أموليد فيعني حجم الجهاز حيكون على فكرة صغير الشاشة صغيرة البيزلز أو الأطراف بدهم يروحوا وضلها نفس الشاشة ففعليا رح تأخذ جهاز حجمه صغير إن شاء الله وشكله جميل وشاشة Full HD Plus وليست Quad HD برضو هاي مش مش أنا بالنسبة لي مش مش مشكلة فيه تغيير صار برضو بالنسبة للتصميم نرجع نحكي عنه البصمة كانت في 2017 في الأمام 2018 رح تكون البصمة في الخلف عشان يعطوا مساحة أكبر للشاشة يتعبي الجهاز يعني خيار بشوفه جيد جدا بالنسبة للمعالج حيكون من سامسونج الإكزونس 78-85 وهو معالج متوسط وأداءه ممتاز حيكون عنه معالج رسوميات من مالي T830 MP3 وهذا نسخة جديدة منه وبالنسبة للساعات التخزيني متوقع يبلش 32 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام مع SD Card up to 256 جيجا بايت بالنسبة للكاميرات كاميرتين أما مية وخلفية 16 ميجا بيكسل فتحة F1.8 في الأمام وفي الخلف بتصور فيديو Full HD أداء الكاميرا في الأيفاف 2017 كان بصراحة مرضي جدا أنا جربتها وكان مع صديقي الجهاز وجربتها أكثر مرة فعلا أداء الكاميرا مرضي جدا من الأشياء الجميلة سيكون عندك هيدفون جاك سيكون موجود هذا شيء دائما جميل أكيد في المستقبل سيروح بس وجوده دائما يعني شيء إيجابي سيكون فيه بلوتوث 5.0 برضو هذا شيء ممتاز للي بيحب يشبك تليفونه مع أكثر من سماعة at the same time والمدخل USB Type C كما تعودنا على سامسون والبطارية 3300 ميلي أمبير مع شحن سريع أنا بحكي لك بطارية A5 2017 كانت ممتازة جدا حسب الريفيوز وحسب أراء الناس بتوقع هاي برضو تكون أداءها ممتاز جدا إن شاء الله هاي كانت ستة تسريبات اللي موجودة إن شاء الله في الفيديو القادم بلن نحكي عن تسريبات لجهاز تاني مايبي الجالكسي A8 خلونا إن شاء الله ننتظر تابعوني على السوشيال ميديا تابعوني على القناة سبسكرايب شير مع أصدقائك وإذا حبيت الفيديو ادعموني تجدوا ما يزركم يعطيكم ألف عافية سلام عليكم